بيتسو موسيماني النهاردة المدير الفني للنادي الآلي قال في تصريحات مع اتحاد صحفين كرة القدم في جنوب افريقيا ان ما فيش معايير محددة للمنافسة في كأس العالم الاندية وان المفروض نظام البطولة يكون مختلف عن الوضع الحالي لان ما ينفعش فرق امريكا واوروبا تيجي على نصف النهائي على طوله وكمان انتقت فكرة ان يتم ايقاف اللاعبين اللي خدوا انزارات في الادوار الاولى لو تأهلوا للنصف النهائي لان كده ما فيش منافسة مع فرق جات البطولة جاهزة ومستعدة طيب ده كلام يعني من الاشياء اللي انا كنت بتكلم مع حضراتكم فيها كثيرا انه انت بتلعب بطولة علامية حقيقة بكلم الفيفا دلوقتي او يعني او بلاش بكلم الفيفا يعني بس اقصد انه الفيفا نفسهم فاهمين ان البطولة دي بطولة علامية حقيقة زي كاس العالم مثلا كاس عامل المنتخبات اللي فيها الحزوز المتساوية اللي كل الفرق بتلعب مباريات متساوية بنتكلم من الادوار الاولى يعني ده بيحصل في كاس عامل ان ده لا هو البطولة معمولة بصراحة شديدة يعني عشان فريق او بطل امريكا الجنوبية يلعب مع بطل اوروبا النهائش هي دي الحكاية هي دي القصة وفي النص كده بقى ايه نجابل افريقيا ببطل افريقيا نجابل اسيا ببطل اسيا نجامل بطل كونكا كاف ببطل كونكا كاف دي الحكاية لكن في الاسق هو اللي قاله النهاردة المسيماني انه لا البطولة غير عادلة حرام انه يبقى مثلا الاهلي لعم مباراة او بطل افريقيا لعم مباراة وبعد كده يلعب مباراة تانية قدام بطل امريكا الجنوبية او بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبية يجي يلعب مباراة واحدة يكسب بيها يوصل النهائي مش عدالة مش عدالة حتى على المستوى البدني يعني لو فرضاً دعملنا مع بطل أوروبا وبطل أمنيات الجنوبية أنهما بدأوا من الأدوار الأولى ممكن يكساوا برضو بسرعة ويوصلوا النهائي بس على الأقل يعني المعايير البدنية تبقى قريبة شوية على الأقل يعني طيب أنا كنت كلمت في القصة دي قبل كده تحديداً بعد مواجهة الأهل وبالميرس في نصف نهائي كأس العالم الأنداف عشان كامش عايزة طول مع حراراتكم فيها مرة أخرى